السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله سوف أقدم إليكم اليوم تفسير رؤية الكمثرة أو رؤية الأجاس في المنام للمرأة الحامل والمطلقة والأرملة فتابع معنا رؤية الأجاس أو الكمثرة في منام المرأة الحامل دل على فترة الحمل وتسير أمور الولادة ويدل أيضا على الرزق والمال من جانب آخر يرمز المنام إلى الصحة الجيدة والتعافي من المرض أو يشير إلى التخلص من المشكلات والهموم والإحساس بالإطمئنان أيضا يدل المنام على الحمل والرزق بمولود زكر والله أعلن وإذا كانت الكمثرة في غير موسمها دل المنام على القلق والخوف على الجنين ووجود بعض المشاكل الصحية البسيطة بعدها ستكون بخير بإذن الله تعالى تفسير أكل الكمثرة في منام المرأة الحامل يدل المنام على التخلص من المشاكل الصحية والشفاء من الأمراض والأوجاع وتمتع الحالمة بصحة جيدة أيضا دلالة على يسر الولادة وسهولتها والرزق بمولود حسن الخلق والطباع كما تشير الرؤية على قصرة النعم والبرقات والرزق الحلال لها ولزوجها ماذا يعني تفسير رؤية الأجاص في الحلم للمطلقة والأرملة في المنام؟ إذا كان الأجاص في موسمه دل على الهناء ورغض العيش أو الفرح بعد الحزن والألم كما يرمز المنام إلى الزواج والارتباط من جديد كالزواج من شخص غني يحقق لها رغباتها ويساعدها في نيل مطالبها أو دلالة على الاستقرار والطمأنينة والشعور بالأمان بمعنى آخر تحمل الرؤية تغيرات إيجابية كثيرة في حياة الحالمة وسوف تعيش حياها نيئة ومستقرة وستعودها عن خسارتها الماضية بينما إذا كان الأجاص في غير موسمه فهو إشارة إلى الوحدة والشعور بالاكتئاب وعدم الاستقرار أيضا يرمز المنام إلى قصرة الهموم والمشاكل والشعور بالفراغ العاطفي وقد يرمز إلى وعقة صحية ستتعرض لها الحالمة في الأيام المقبلة وإلى هنا تنتهي حلقاتنا ونلقاكم في تفسيرا جديد فلا تنسوا دعمنا دائما بالإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم دائما كل ما هو جديد لنا إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته